أحباب الكرام الغاليين على قلبي سأعمل الفيديو هالمرة أوضح من هديك المرة و سأقول كم شغلة كمان ما قلته لأنه في كتير أسئلة انسألت أول شي عنا فرق الكنافة فينا نجيبه من عند التعاونية أو من عند بيع الحلويات طبعا اللي يبيعها عجينة القطايف وغيره هون السمنة 60 جرام على صنية 38 سنتي بده تكون السمنة سميكة متل ما اتفقنا هون الفرق الكنافة بدنا ننخل أول وش أهم شي لا يطلع ناعم بعد ما ننخلو منكبس مش كتير نرجع مناخده على النار هلأ بالشتة لأنه السمنة جاندة منحم شوي السونية بس لتأخذ وجه الناعم الكنافة هلأ منكبسها للكنافة للفرق منكبسه بس مش كتير اذا كبسنا كتير بتنفخ معنا مثل رغيف الخبز هون على النار بده تكون النار بس على الطرف هون عم نخبز نحنا يمكن تأخذ معي نص ساعة يمكن تأخذ معي ثلاث ارباع ساعة بس المهم ضلني عم ببرم ايدي شوي شوي وهذا يبين انه استويت ما في وقت محدد هاك استويت هلأ بشيله على جنب وهون ببلش بالجبنة عندي كباتين ماي انا لحط هون نص كبات تحين فرخة ناعم يعني سميد ناعم هون عنا 300 جرام جبنة موزاريلا انا بستعمل جبنة موزاريلا بوك لكل اللي عم يسألني لانه ما بتخسر من اي متر هون عم فضي الجبنة انا متل ما شايفين بعد مفضي الجبنة بخليات تجع على الطرف كمان كرمال تكمش وعلى القلب ما تفرط واذا فيكن تستعملوا الصونية ارأ من هذه يعني ارتفاعه اقل منشان ما تفرط معكن هلا انا ما بتفرط معي انا عم سوية مزبوط لان انتو يمكن ما تطلع معكم مزبوطة يمكن في ناس ما عم تزبط معهم في استعمل الصونية تكون ارتفاعه اقل اسهل هون انا بسكينة صغيرة بسير بخلي الجبنة بقصقصة منشان ما تلزق انا عم بقلوب متل ما شايفين وضروري بتبعت لكم السمنة تكون سميكة لحتى تكمش وما تفرط معكم بالقلب بسم الله ولكل شخص عم يسألني عن الفرك الكنافة انا قريبا هعمل فيديو بس لانه بدي اأمن مكانة بلندر ما عندي بصراحة هون عم بعمل حمام ماي سخنة اكيد غلات القطر ثلاثة اربعة دقائق بالكتيرة بتكون جاهزة صارت وحبيبات قلبي والف صحو هنا